انتهينا من العمل لنا تخطو موتيفاسيون دينا لهذا غنشقو الضرف اللي غنرسلو فيه الرسالة يمكننا الميزو ما بين نوعين الأدريفة أدريفة عادية وأدريفة بنافذة حسب الضرف اللي غنستعملو غتختار في طريقة العمل بالنسبة لأدريفة العادية غنشقو بشكل ديناميكي الضرف وغنضيفوه للنس إذن غنمشيو للانجلي بيبلي بوستاج وفي هاد الانجلي عدنا جميع الأدوات الكافيلة بإرسال أي نص ولي من بين هالأدريفة إذن في مجموعة كخيه وبضغط على أنفلوب قد ظهر لنا هاد النافذة أنفلوب ياتيكات ولي غتساعدنا في إنشاء الضرف دينا هناك هنكتب عنوان المتلقي أولا نبحثو عليه في جهات الاتصال Outlook بالنسبة لي ما عنديش هاد العنوان في الكونتاكت Outlook لذلك غنكتبه مباشرة في هاد الخانة هناك هنكتب عنوان المرسل وهو اللي كي يظهر عندنا هنا في هاد الحيز وبنفس الطريقة عندي الإمكاني أنبحث على العنوان بمساعدة هاد الضرف لكونتاكت Outlook أولا نكتبه يدويا ويمكن لنا كذلك نتجاهلوها بالتغطة لأو متر لامشينا الزر Alimentation كيمكننا من اختيار الطريقة اللي غنوضع به هاد الضرف في الامبريمانت لاثغط تاليه كتفتح ليه نافذة option envelope مع لانجلة impression فاعل ويمكن لنا نختارو مبين مختلف أنواع لاليمانتاشون اللي بغينا على حسب الإمكانيات التقنية لامبريمانت ديهنا هاد النافذة يمكن لنا كذلك نفتحوها بالضغط على هنا لامشيط لنافذة option envelope غتولين دي إمكانية اختيار نوع الضرف اللي غنستعمل عنا اختيارات كتيرة انطلاقا من هنا يمكن لنا نشؤو ضرف بأبعاد خاصة غنكتافي بالفورمات DL واللي كتناسب مع ورقة A4 يمكن لنا تحكم فلا بوليس ديال العناوين ديالنا فمثلا اللي ضغطت هنا على police du destinator كتفتح ليه هاد النافذة اللي تعرفنا عليها وتعملنا معها سابقا لدعمت محتوى النس ويمكننا كذلك انضبطو لامرش غوش ولا مرش سوبرير نفس الشيء يمكننا نقومو به بالنسبة لابوليس دول اكسبيديتر من بعد ما تقومو بمختلف الاختيارات غنضغطو على اوكي وانتلاقا من هنا عدنا جوج امكانيات هي اما نطبعو الدرف ديالنا مباشرة من بعد ما نضغطو على ام بخيمة وكيتطبع او لنضيفوه للنص ديالنا بالضغط على هنا غنقوم بتصغير شيئا ما باش نشوفوه بشكل واضح عندنا هنا يا دائما رسالة ديالنا وهنا كان لحظو الدرف اللي نشأنا في هاد الشريط ترجمة نانسي قنقر